بسم الله الرحمن الرحيم أولاً متوجه بالشكر إلى المركز المصري للدراسات الاقتصادية على الدعوة وعلى اعتبارها زي اليوم ندوة للمنقشة مفضوع أم جداً وهو يمكن أن يعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجهنا كدولة المخلفات والمخلفات الصدر بلا شك هناك دراسات ودراسات كثيرة بدأت منذ الثمانينيات وللأسم الشديد هذه الدراسات لم تنعكس على أرض الواقع لازلنا نوادي هذه المشكلة مشكلة الحقيقة هي عدم واجهتها وبسرعة أنها تزداد تعقيداً المجتمع بيانون والأعداد بيانون كمية المخلفات تزيد ولما يراجع حجم المخلفات في السنوة مثلاً في الثمانينات والتسحينات بالله أن المقفزات سريعة جداً مع التنمية المعروضة المخلفات بكل ما تعني من مخلفات بدءاً من المخلفات المازلية للمخلفات الصناعية للمخلفات الزراعية للمخلفات الخطرة للمخلفات الطبية تمثل تحدي كبير للمجتمع بلا شك هناك ثوابت وهناك تعامل مع هذه الثوابت هناك ثوابت اللي هو الصحة العامة ويجب الحفاظ على الصحة العامة هناك ثوابت الحفاظ على البيئة هناك ثوابت ثابت آخر إنه هو المصدر مصدر المخلفات وبالتالي إذا كنا بنعتبر الثوابت زي الهارد وير اللي هو ما بنقدرش حفاظ على الصحة العامة حفاظ على البيئة ثم مصدر المصدر بنتعامل معاها عن طريقة، يجب أن يكون هنا السفتوام اللي هو التمويل المشاركة المجتمعية والتنمية، دولة الثلاث حاجات الليلة وبالتالي في هذه الندوة عندما أجد عدد من السملاء السادة والحفظين فده يمين عند إيه التكامل لأن هذه الندوة أهميتها وهذا موضوع أهميته التكامل لأن هناك أكثر من اللعجين أو الستيكوردرز اللي فيه هي مجتمع كامل مجتمع رجال الأعمال، الإدارة المحلية، المجتمع المدني، مجتمع أصحاب المصالح الأحلام أغلبهم متواجدين وسطاً المجتمع المدني الموضوع الثقافي، الموضوع اقتصادي، الموضوع صحي وبالتالي التعطيد في هذا، يعني يفعش عبدال يشتغل على هذا ملف ملفصلي لأنها عضية مجتمعية اقتصادية بلا شك النهاردة، إذا كنا نحن نواجه البطار فبلا شك النهاردة إعادة تدوير المخلفات الصومة من الحلول السريعة لمواكد هذه البطار وأنا بدي مثلاً في زي ما بقول دايماً المخلفات لإما تكون فعلاً حملة ثقيلة، لإما تكون برغب لها عاية وأنا بدي مثلاً للمخلفات في قطاع الإنشاءات بلا شك المخلفات في قطاع الإنشاءات تمثل صدمة المجتمع عندما نجد على الطرق الرئيسية مخلفات سواء خرصهات في كل مكان والثابت، نستطيع أن الناس تجد الطريقة الغير قانونية والغير آمنة أنها تتخلص من هذه المخلفات في الواقع، وهو عن طريق تجربة أن إعادة تجوير هذه المخلفات بيعتبر ثروة دريرة كده، لأننا نأخذ هذه المخلفات وتدخل في قصرات، وتتطهر، ونستطيع أن ندخلها سواء في أعمال طرق مكان الطبقاءات الأساس، أو في أعمال إعادة إنشاء لمعض المنتجات الخرصانية، زي الباريورز اللي بتبقى على الطرق، اللي هي الحوادث الطريقة اللي بيسموها نيوجيرسي باريورز، سواء البردورة، سواء البراط وبالتالي اللي بقى هنا هو، ده حلنا مشكلة كبيرة جداً بأن وجهة مخلفات يعد تدويرها، ثم يعد استخدامها وبالتكلفة أقل كثير جداً من استخدام أو إنتاج هذه المخلفات من عناصرها الأساسية مثال آخر، وهو غبار الأسمنت، وهذا موضوع مهم له موضوع، يعني وجهناه كثيراً لأنه يمثل مشكلة استخدام إعادة تدوير غبار الأسمنت، واستخدامه في أعمال طرق يعني سواء في القرى، سواء في أعمال الخاصة، اللي هو المنتجات الناتجة من تدوير مخلفات الإنشاءات الحقيقة ده من سال حي نبدأ بأمثل، هناك نجاحات، النهاردة عايزين نسمع نجاحات، وعايزين أيضاً نسمع سلمية لأن برضو برجع بقول أن الإدارة المحلية بلا شك تتحمل العد الأكبر لأنها هي اللي في المواجهة مع المجتمع، هي اللي في المواجهة وهي اللي برضو في حالة النجاح هي اللي هتستفيد لأن كل محافظة عليها في السنة وبالتالي نوعيات المخلفات تختلف من مكان إلى آخر هناك محافظات ينتج فيها أو يغلب فيها الانتاج الزراعي وبالتالي موضوع مخلفات مثلاً الزراعية أو التحدي الأول مثلاً مثلاً قش الرز، قش الرز ده من المسأل يعني الذي يسبب التحدي في كل عهل في موسم الحصاب وهو بيبقى الحقيقة كيف أن يتخلص لكن هذا استخدامه سواء في إنتاج ألواح إلى الأخشاب سواء في الدخول في العلف، سواء في منتجات كثيرة بلا شك يعتبر فرعاً هناك دول كثيرة استغلت هذه المخلفات بأن تكون إدافة للتنمية في المجتمع وإضافة اقتصادية، وعدم مواجهة بشدة وعدم مواجهة ببرنامج زمني وبخطة طبوحة، بيعتبر العكس تماماً، بيعتبر ناص يعني نحن ممكن مع استملال المخلفات الصلبة وإدارة إدارة حكيمة ورشيدة وعلمية للمخلفات الصلبة عدم فعلاً إدارة هذا الملف بحجر وبعلم يعتبر بلا شك في الاتجاه الثاني سلبية وناص كبير جداً أنا أتمنى للجميع النهاردة أن تكون الندوة مرثمرة تفيد الحكومة وتفيد الإدارة المحلية ويكون فعلاً في نوع من الصباق والتحدي على المستوى المحلي كيف ندير هذا الملف؟ أنا أشكركم لخص الإنصات ومتمنى إن شاء الله يوم ندير القرارة شكراً